موسيقى هل تحول حزب الله إلى آدات إيرانية؟ رؤية عبد العزيز أن هناك عدستين لفهم سلوك حزب الله العدسة اللبنانية بالفعل حزب الله جزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية اللبنانية جزء من الحكومة اللبنانية جزء من البرلمان وجزء من الاستقرار السياسي في حين أن تدخل حزب الله في الإقليم هو الحقيقة مكلف تماما مكلف إخلاقيا وسياسيا للحزب يمكن أن يورد الدولة اللبنانية مع دول الإقليم وأنا أعول على لبنى الحزب على المدى القريب يعني هو وجود هذا الحزب ضمن مشروع سياسي ديني إسلاموي سيؤدي إلى الكثير من الفوضى في المنطقة كما أدىها الآن مشاركة في هذه الفوضى التي تحدث هي فاتورة سوف تدفعها يعني يدفعها المجتمع اللبناني أكثر من غيرها ما يحصل الآن في لبنان من مشاكل ومن غيرها كان سببها هذا المشروع الإيراني المسمى بحزب الله وبالتالي أنا لا أعول على أي محاولة لإصلاح هذا الحزب أو لبننتها ليس لدي أي شك في أنه في نهاية المطاف سوف نشهد لبننت حزب الله في لبنان كما شهدنا لبننت الشرائح اللبنانية في المئة سنة الأخيرة يعني سنرى إحنا خلال الحلقة بعد قليل سنرى تماما هذه النقاط التي أثرتها أو أنا ما علقت عليه سوف نرى ضيوفنا كيف يتجاوبهم معها معي سيكون زيد الكمي وأنا معي محمد قواص ما يحدث في جرود أرسالة لبنانية يثير أسئلة كثيرة حول دور حزب الله داخل لبنان وخارجة حول دور ميليشيا عسكرية في أن تقوم بدور الجيش الوطني أن تباشر عمليات وأن تعقد صفقات مع ميليشيات أخرى إرهابية رغم أن هذه الميليشيا إرهابية مصنفة إرهابية والأخرى أيضا حينما يعقد الإرهابيون صفقات في غيبة كاملة من وجود أجهزة الوطن ويعني جيش الوطن في لبنان خاصة تثير أسئلة مهمة جدا حول دور حزب الله ومشروعية ما يقوم به خاصة أنه يقوم بذلك بعيدا عن الدور الذي شرعنا له داخل لبنان وهو المقاومة مقاومة إسرائيل فهو الآن يقاوم فصائل سورية هربت من بلادها بسبب البطش بعضها اعتنق أفكار إرهابية مثل حزب الله ويحاول أن يقوم بدور عسكري داخل بلده بعيد أيضا عن السلطة الرسمية بالتالي هذه الأسئلة تثير شجون كبيرة أولا دور حزب الله ليس فقط في داخل لبنان بل خارج أيضا حزب الله قام بالعمليات كثيرة داخل القليم ضد دول الخليج حاول أغطيها الأمير الكويت السابق خطف طائرة كويتية وفاوض حولها شارك ومون عملية تفجير في الخبارة السعودية مول أيضا كثير من الفصائل الإرهابية داخل السعودية وداخل الخليج العربي اكتشف في الكويت أيضا خلية تابعة على خليهة العبدالي هذا الدور المنط به من قبل إيران وباعتراف حسن نصر الله بأنه مجرد موظف بسيط عند ولي الفقيه الإيراني يقوم بأدوار ويقوم بالوكالة عن الولي الفقيه أو عن القائد الإيراني في المنطقة كيف يمكن أن يقبل العرب بدور حزب كهذا؟ يعني أسؤال ليلي أنا كيف يمكن أن نفهم دور حزب الله في لبنان وفي الإقليم خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي سئل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وهو كما تعلم عبدالعزيز خصم لدود لحزب الله عن تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب قال أن تبقى أنه خصم لدود لحزب الله؟ طبعا الحريري كان وما يذال خصم وهو قال أنه لدينا مشكلة كبيرة مع حزب الله سئل سعد الحريري عبدالعزيز بالحرف الواحد عن تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب قال في تصريح بأن الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في الخط الأمامي في مواجهة داعش والقاعدة وحزب الله كان جواب سعد الحرية الرئيس لراء لبنان اعترض على هذا التصريح وقال أن لبنان يقاوم ويواجه داعش والقاعدة وأن حزب الله جزء لا يتجزأ من الحكومة اللبنانية وأنه جزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية وأنه جزء من البرلمان اللبناني وقال علينا أن نحصن الاستقرار ونحمي لبنان من نيران الحرب السورية ومن نيران الإقليم وذات وقال أن حزب الله معضلة أقليمية مشكلة أقليمية عبر ميليشيا عسكرية سأعرض عليك من الأهمية بمكان أن نظر إلى حزب الله من عدستين العدسة اللبنانية وهي أن حزب الله جزء لا يتجزى من التركيب اللبنانية النخبة اللبنانية تحاول تحصين لبنان سعد الحريري والفريق المناهض لحزب الله يعني يتعاملون بواقعية مع حزب الله يعرفون تماما أن أي مغامرة يمكن أن تؤدي إلى التهام لبنان بين نيران السورية المعضلة الثانية لحن يجاوب عليك أنا رؤيتي أنا رؤيتي يا عبد العزيز كلبناني وكباحث تدخل حزب الله في سوريا وفي الإقليم مكلف أخلاقيا وسياسيا لا يمكن لحزب الله أن يقول من جهة أنه يدافع حق تقرير شعب الفلسطيني ويقاتل الشعب السوري الذي يحاول تقرير مصيره ويحاول حماية الدشار الأسد دكتاتور دمشق لا يمكن لحزب الله أن يقول أنه تدخل في سوريا لمواجهة القاعدة وداعش في حين أن تدخل حزب الله كان قبل صعود داعش ومصر وأخيرا بالفعل أنا قراءتي المتواضعة تقول بأن تدخل حزب الله في سوريا وفي الإقليم وفي الإقليم هو بالفعل مكلف لحزب الله مكلف سياسيا تآكل حاضنته الشعبية لأنه بالفعل في أولي 2000 كان حاضنة الشعبية العربية مهمة جدا لحزب الله ومن هنا العدستين مهمتين لفهم سلوك حزب الله في لبنان والإقليم أنا أريد أن أركز على تعريف لحزب الله أولا عندما نقارب الحزب بصفته حزبا لبنانيا هذا تعريف محدود حزب الله هو يقدم نفسه بصفته له دور إقليمي هو جزء من ولاية الفقه وبالتالي كان هناك تصريحات شهيرة لسيد حسن نصر الله الأمين عام الحزب الذي يقول أن الهدف هو إنشاء جمهورية إسلامية في لبنان تكون جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى وبالتالي هذا التعريف لم يتغير مهمات حزب الله في لبنان هي من ضمن مهماته في كل المنطقة كما أسلفت أستاذ عبد العزيز حول دوره في اليمن في الكويت في الخليج في العراق في أكثر من حتى أجندة حزب الله ضد إسرائيل تشف بعد ذلك أنها أجندة إيرانية تهدف إلى تمدد النفوذ الإيراني باتجاه البحر المتوسط وبالتالي أن تكون أمر فاعل ثالثا وهذا جديد عند المنظومة أو عند الطبقة السياسية اللبنانية التي أخطأت أعتقد عام 2005 باعتبارها بأنه كان معالجة إشكالية حزب الله بالوسائل المحلية الحقيقة أن حزب الله هو حزب إقليمي يتبع لأجندة إقليمية والتعامل مع هذه الحالة يفترض أن تكون بمنظومة إقليمية دولية لا يمكن للبنان لا بجيشه ولا بقوها العسكرية السياسية أن تقاتل وأن تجابه هذه القوة العسكرية وقد دفع اللبنانيون ثمن لا أقول الجهل ثمن سوء التقدير سلسلا من الاختيالات والانفجارات وسبع أيار وإلى آخر لذلك يفترض أن نقارب الموضوع هذه المرة بشكل أنضج أن لا نعتبر الحكومة اللبنانية خاضعة لكنها بشكل أو بآخر تحترم شروط التعايش مع هذا الحزب إلى أن تفاجئنا صحوة دولية أخرى أستاذ زيد يعني أنت تعلم تماما أنه دكتور محمد طرق النقطة مهمة جدا وهي أنه يعتبر أنه قامة جمهورية إسلامية في لبنان أو أنه جزء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان أيضا حسن نصر الله قال في التصريح مشهور له أنه يعني الدولة الإسلامية المنشودة ينبغي أن تكون نابعة من إرادة شعبية عارمة ونحن لا نستطيع إقامتها الآن بين مزدوجينا الآن في لبنان لحاجتها إلى حماية لذلك الميليشيا والتواجد العسكري لحزب الله ضمن مشروع إقامة هذه الجمهورية الإسلامية هل يقبل أي عاقل أن تكون لبنان بتعدداتها باختلافاتها المذهبية والدينية جزء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقول أن هذا المشروع الإيراني هو لينفذ حزب الله يعني تنفيذ حزب الله لأن لو نرجع بداية تأسيس الحزب في عام 82 هو أيضا عمل على تصفية أي المعارضين القريبين منه مثلا الحزب الشيوعي لبناني أغلب في قيادة تصفاهم حزب الله يعني حتى تكون أنه يتزعم أو يكون في الواجهة المقاومة وأنه يقدم نفسه كحزبا أو كقوعة أسكرية مقاومة للاحتلال إسرائيلي مقاومة لإسرائيل بدأت من اليساريين قبل أن تكون من وصفاهم حزب الحزب حتى يكون عنده هو المقدمة وهو الذي يقدم نفسه وأنه هو الذي يدف ملف المقاومة الإسرائيل وحتى يوجد أيضا دعما شعبيا ودعما عربيا وإسلاميا لأن هذه قضية تهم العرب وتهم المسلمين فلذلك هو تزعم هذه القضية ومن ثم بدأ يؤسس خلايا وبدأ يؤسس توسع في لبنان حتى الحادثة الشهيرة في 2008 بأنها أصبح سيطرة حتى على بيروت سيطرة على القرار اللبناني وأيضا من خلال الثلث المعطل هذا في لبنان لكن أتكلم عن امتداد حزب الله في المنطقة ككل يعني جميع الملفات التي تنفذ التي تريدها إيران تحديدا ونفذت في المنطقة كانت بتنفيذ من حزب الله وشواهد كثيرة جدا سواء ما كانت في الكويت أو في البحرين أو في السعودية أو في اليمن أو في مصر أو في سوريا إضافة حتى دول أفريقيا في دول أمريكا اللاتينية هذه شواهد موجودة وتحقيقات ووجودة فيها أسماء كلها تتبع لحزب الله وكلها تنفيذا لسياسة إيران في المنطقة بدليل أن من فاوض على الحادثة الشهيرة مثلا في هذا فقط مثال الطائرة الكويتية التي تطرفت من الذي فاوض جابريا الفاوض الإيرانيين نعم عن نيابة عن حزب الله إضافة إلى قضية الاختطاف التي بدأها حزب الله في لبنان قصوان الأمريكان أو الفرنسيين أو المنطنين التفجير كل هذه كانت هي جندة إيرانية وينفذها حزب الله لذلك أنا أرى أن حزب الله هو أداة تخريب حتى على الشعب اللبناني بدأ حتى كثير من أصوات اللبنانية منزعجة لكن لما نتحدث نقول أن هذا أصبح جزء من لبنان هو صحيح لكن هل هو جزء مع لبنان هو ليس جزء مع لبنان هو جزء مع إيران لنختار بعض إراءة المشاهدين ويبدو بالفعل أن المشاهدين الذي يختيروا يوافقوا مع الإراءة مع المعكمة الحقيقة طاهر يقول بأن حزب الله زراع إيران في المنطقة وينفذ كل مخططاتها في لبنان وسوريا سالم يقول حزب الله ظهر قفصي المقاومة ثم لبث أن انكشفت مخططاته ومخططات إيران في المنطقة فايسل يقول حزب الله دولة داخل دولة في لبنان أو بمعنى آخر هو الدولة أرجع بس نقطة توضيحية لأنه أنت الحقيقة طرحت عدة نقاط نقطة توضيحية مما لا شك فيه أن إيران ترى في حزب الله رأس حربتها في المنطقة يعني هو الحقيقة الجوهرة مثل جوهرة لإيران في المنطقة بالنسبة للملف السوري وبالنسبة للمسرح العربي الإسرائيلي والاعتماد على تراكم خبرات حزب الله الأمنية والعسكرية في بعض المناطق يعني اللي كانت في اليمن أو في مناطق لغة السؤال أنتوا تطرحون نقطة يعني مهمة ولكن أنا أختلف بعض الشيء مع كومة أنتوا تقولون أن إيران تعطي الأوامر وحزب الله ينفس أن ليس هناك من اختلاف أبدا بين الأجندة تبع إيران وطبع حزب الله أن حزب الله هو ينفس أوامر القيادة الإيرانية وهذا بالفعل يعني قضية يبدو أن أنه حصل تغيير بالفعل في المنظومة القرار لحزب الله القيادة الإيرانية ما تبال تشدد على أنها بالفعل هناك علاقة عضوية بين إيران وحزب الله لا تستطيع القيادة لحزب الله أن تنكر ذلك ولكن أن نقول أن إيران تعطي الأوامر وأن حزب الله ينفس لا يأخذ بعين الاعتبار الحقيقة التغيير الذي حفل على حزب الله في معركة جنود عرسالي عبد العزيز القيادة قيادة حزب الله قالتها بأن لا القيادة السورية ولا القيادة الإيرانية كانت تريد فتح معركة في جنود العرسال لأن القيادة السورية أولوياتها المبانية في مسارح أخرى ولكن حزب الله قرر الدخول في المعركة من أجل حماية حضيناته الشعبية في مناطق هذا ما تقوله القيادة أنا لا أقول أنا لا أدافع عن حزب الله كما تعلم أنا ما أقوله أنه بالفعل هناك علاقة عضوية بين القيادة الإيرانية ومنظومة حزب الله ولكن أن نقول أن هذه العلاقة من أوامر وتنفيذ لا يأخذ بعين الاعتبار أن حزب الله أصبح جزءا لا يتجزأ من الترتيب اللبناني أنا أختلف معك أغطال حزب الله ينفذ بالضبط ما يطلب منه ولا يمكن أن يختلف تماما عن ما تريده طهران نحن ممكن أن نقول أن هناك خلاف ما بين طهران دمشق في عدة ملفات لكن المعركة في جرود عرسال هي استمرار للنهج الإيراني المطلوب لصياغة الممر للبحر لا بذنة المتوسط وأيضا لصنع منطقة آمنة من دمشق إلى اللاذقية وضمان في سأفل بطمان يعني ثمان ألاف سوري رفض عودتهم إلى القصير وهذا كان بتنفيذ من حزب الله لماذا هذا بتوجيه أيضا للتغيير الديمغراف الذي تريده إيران في سوريا وأيضا من القريب من الحدود اللبنانية السورية فلذلك أنا أرى هذا ما يتم تنفيذه هذه أجندة إيرانية تريد أن تغير الديمغرافية الموجودة في سوريا وأيضا في لبنان والحدود المحاذية بين لبنان وسوريا في ذلك أنا أرى أن هي نقطة إيرانية نقطة مرة دكتور محمد ودي أنك يعني توضحها لو قيل من المنافس لإيران في المنطقة أو الذي يقف ضد المشروع الإيراني في المنطقة طبعا هي السعودية معروف أن الدولة التي تقف ضد المشروع الإيراني في عدة مناطق وتقاوم وأيضا تقاتل في اليمن ضد هذا المشروع ماذا لو قامت السعودية مثل ما تقوم به إيران بدعم حزب أو فصيل في لبنان وتسليحه مثلا ضد وعمل مشروع مقهام مماثل لحزب الله في لبنان هل يمكن أن يهضم اللبنانيون هذا المشروع هو سؤال كبير الكثير عندما اتحدث عن صراع ما بين السعودية وإيران يكتشف أن إيران لديها أجندة واضحة تستخدم أدوات واضحة وباتجاه أهداف واضحة بينما السعودية لدينا شعور بأن موقف موقف دفاعي هي تريد أن ترد هذا الهجوم الإيراني داخل المنطقة سواء تعلق الأمر في اليامر بشكل مباشر أو في منطقة الخريج أو في لبنان أو في سوريا في لبنان خصوصا لاحظنا أن هناك تقدم إيراني مقابل تراجع السعودي والسبب أن السعودية ليس لها تكتيكات نفس التكتيكات هي لا تستخدم ميليشيات وليس لها خطاب مذهب يتحدث عن مجابهة مذاهب أخرى بإمكان ميليشيات أخرى أن توفر ذلك لكن أنا أريد أيضا أن أضيف بغض النظر عن العلاقة ما بين حزب الله وإيران ما يقوم به حزب الله في الداخل اللبناني ليس لها علاقة بلبنانية هذا الكيان وأن ما يقوم به حاليا من ربط هذه المناطق بسوريا أو بمناطق سوريا المفيدة أو بمنطقة النفوذ القادمة في هذه هذا طبعا مصلحة لحزب الله مصلحة حيوية لا يستطيع حزب الله أن يبقى حزب الله في لبنان دون هذا التواصل ما بين بيروت ودمشق ودون وصل النظام السياسي اللبناني بالنظام السياسي السوري حزب الله حاليا يتحرك ضمن فراغ ليس هناك من قوى عسكرية تجابه هذا الحزب لا لبنانيا ولا إقليميا ولا دوليا وكل الخطاب الذي سمعناه في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي أنا بالنسبة لي هو مجرد شعارات إعلامية لا يتواكب أيضا مع إجراءات وأنا أشك أشك بأن الولايات المتحدة غضت الطرف عن مشاركة حزب الله في جرود عرسال كما غضت الطرف عن مشاركة الحجد الشعبي في العراق في معركة الموسيقى هل يمكن أن يقبل اللبنانيون بالدور سعد الحريري الذي يعده الكثير منهم أنه ضعيف أمام حزب الله وأن القيادات السنية لا تقوم بالدور المطلوب منها تجاه هذا المشروع الإيراني في لبنان أنا الآن سوف أتحدث كلبناني وليس كالحية مؤرخة وأكاديمية أنا بالفعل أحيي موقف الواقعي لسعد الحريري ومحاولة الحفاظ على ما تبقى وعدم الدخول في أي مغامرات تدمر القليل مما تبقى لأن الحقيقة نحن اللبنانيين كانت لنا وأنا أعرف بعض الشيء عن لبنان أن أي صراع في لبنان سوما يدمر القليل الذي بقى النقطة الأولى الحريري يعرف تماما الهامش الصعب والمعقد وبالفعل أن صعود الدور الإيراني وأن الحرب السورية لم تعطي ثمارها بالنسبة لي تآكل دور النظام السوري النقطة الأولى النقطة الثانية أنا أيضا أتخوف بغض النظر أن وجود الآلة العسكرية لحزب الله طالما أن الآلة العسكرية موجودة لحزب الله في لبنان دعاك من الأقليم الآن لن تبنى دولة لبنانية كما حدثنا العالم الاجتماعي ماكس فيبر أن أي أن القوة منوطة بالدولة أي قوة عسكرية أنت تحدثت إذا كانت حزب الله المكونات الأخرى سوف تحاول إنشاء يعني كيانات أمنية وخاصة في لبنان في عدم وجود ثقة لأنه أنت عندك حرب أهلية دمرت الأخضر واليابس ومن هنا الدولة اللبنانية والنقطة الكبيرة يعني هو الحقيقة كيف يمكن كيف يمكن دمج الآلة العسكرية بالمنظومة الدفاعية للدولة العادة بناء الدولة الوطنية كل الكلام هذا كل كلام ما يصب أنه الدولة اللبنانية لم تبنى على أسس وطنية الأسس الطائفية والعصبية موجودة هناك حاجة إلى يعني استراتيجية دفاعية تأخذ بعين الأتبار بناء الدولة الوطنية اللبنانية على أسس وطنية وليس على أسس طائفية تعطي لحزب الله وقدرة على تلعب الملف اللبناني دعني ألتقط مسألة الطائفية لماذا نروم حزب الله على كل ما فعله وكل نشاطه الموجود النشاط الطائفي في دولة طائفية في مشروع دولة أو دولة الردي الموجودة الآن هي كحصص طائفية هي عملية طائفة منذ بدأت دولة لبنان وحينما أتى حزب الله وترجم لهذا المشروع الطائفي المسمى بدولة لبنان لأنه لا يمكن إقامة دولة أو دولة وطنية في ظل مشروع حصص طائفية كما يحصل في العراق يعني هذا تقريبا ما تم في لبنان ونعود أيضا الحادثة 2008 لأن حزب الله أصبح تقريبا شبه مسيطر على الدولة اللبنانية أو مسيطر على لبنان فلذلك أنا لا ألوم الرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريب عندما تحدث بهذا الكلام هو قال أن الموضوع في لبنان معقد لكن في بارقة أمن لكن صحيح ومعقد لأن أصبح حزب الله تقريبا شبه مسيطرة على البلد فلذلك أرى أن الدولة اللبنانية ستختطف وإذا استمر على هذا الوضع لا أريد أن أكون متشائما لكن تبدو هذه الوقاعة وخاصة هذا اللي تحدث خاصة أيضا بعد موضوع رسال أصبح الدور لحزب الله والوسيط من الأمن اللبناني الآن نذهب إلى فاصل وبعدها نكون جزيز ثاني في الجزء الأول من الحلقة ركزنا عن علاقة حزب الله بإيران ركزنا عن الدور الإيراني في المنطقة في الأسبوع الماضي عبد العزيز تحدثنا عن الأزمة مع قطر في الأسابيع الماضية تحدثنا عن المواقف التركية والإسرائيلية في المنطقة العربية ما هو المشترك بين كل هذه الملفات المشترك في رأيي وهذا الحقيام لا نبدو أننا نتعامل معه بطريقة تحليلية المشترك بين كل هذه الملفات وجود فراغ استراتيجي ايديولوجي سياسي في المنظومة العربية أحد الأسباب الرئيسية التي تعطي لإيران وتركية والدول غير عربية هو وجود هذا الفراغ الاستراتيجي الايديولوجي وما لم يتم ملء هذا الفراغ في المنظومة العربية سميها النظام الإقليم العربي أو سوف هذه الدول سوف تحاول ملء هذا الفراغ هذه أحد الدول سنحن معلمها لطلابنا في الجامعات الكبرى أنا سأذهب باتجاهك دكتور فواز بالقول أن أنا شخصيا لا ألوم إيران أن تدافع عن مصالحها وأن تستخدم أدواتها ولا ألوم حزب الله أن يهيمن على البلد طالما بصح له يعني متاح له ذلك الملام في هذه وتكلمت تماما عن فراغ إيديولوجي وحتى وحتى استراتيجي أولا نحن أمام إيران أو تركيا أو إسرائيل وهذه الدول التي تحيد بالمنطقة العربية أمام كيان واحد نين ثلاث بينما نحن إذا نتحدث عن المنظومة العربية نتحدث على الأقل عن 22 دول عضو في الجامعة العربية وغياب كامل للدول الكبرى نتحدث عن غياب العراق غياب سوريا وطبعا غياب مصر الدولة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية أو تحاول تحمل مسؤولية هي الدولة السعودية والدور الذي المناطب السعودية هو دور جديد السعودية لم تكن تحمل هذا الدور قبل ذلك اليوم إذا كان بإمكان حزب الله أن يتوغل في في الكويت أو في البحرين أو في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا هذه مهارة بالمقابل ما هي استاتيجية المقابلة حتى الآن ليس هناك إجماع عربي في موضوع العلاقة مع إيران أو معاملة إيران أو التعامل مع حزب الله حتى الآن ليس هناك إجماع في اعتبار أنه إذا كانت المنظومة الخارجية تعتبر حزب الله تنظيما إرهابيا هذا ليس منسحبا على بقية الدول العربية وبالتالي أيضا أريد أن أدعو إلى أن نعتبر أي سلوك لحزب الله داخل لبنان هو سلوك إقليمي وليس لبناني حتى في مشاركته في الحكومة ومشاركته في مجلس النواب هو جزء من المنظومة الإقليمية بالضبط دكتور محمد أنت تحدثت الدكتور فواز عن الفراغ السياسي والفراغ الإيدولوجي الموجود في المنطقة وبالتالي يحق لهذه الدول أن تلعب دور داخل هذه دول العربية التي تعاني من هذا الفراغ لكن ماذا لو قلنا أن دول العربية أخذت نفس الأسلوب الذي تمارسه تركيا أو تمارسه إيران أو حتى إسرائيل وتعلقت به مشروع إيدولوجي ديني ما المارك؟ للأسف سوف نغرق في نفس اللعبة التي تلعبها هذه الدول والخراب والدمار في المنطقة سوف يصبح لدينا كيانات إرهابية أكثر لأنك حينما تغرق في مشروع إسلام إسلاموي سياسي سوف يصبح لديك ميليشيات ولديك أدوات لتنفذ هذا المشروع كمثل ما تفعل إيران وبالتالي يصبح الصراع الطائفي في المنطقة أشرس من ما عليه المشروع الذي يجب أن يكون في رأي الشخصية الذي يجب أن يكون ويلعب دور مهم الآن في غياب المشروع العربي القومي الناضج والواعي لمصالح المواطنين العرب وليس لمصالح فقط نخب قومية تستعمل الشعرات فقط هو أن يكون مشروع الوطني أن تصبح هذه الدول لديها مشروع وطني داخلها أن يصبح لبنان أولا بالنسبة لللبنانيين جميعا شيعا والسنة والمسيحيين أن يصبح أيضا للعراق أولا لدى المواطنين أن يعمل الجميع لصيانة وتنمية بلدهم بدلا من الالتفات لمشاريع إسلاموية سياسية أو غيرها من المشاريع التي تؤدي العراق أولا بالنسبة للسيراء يختلف عن سوريا أولا بالنسبة للسوريين لو قبلنا بأنه يجب أن نقف ضد إيران بنفس أساليب إيران فعلى الدنيا أو على المنطقة أولا هل إيران تقود مشروعا إصلاحيا في المنطقة؟ أبدا طبعا هل أم تقول مشروع إصلاحيا كل مشروعا يهدم أو يخدم المصالح الإيرانية ويخرب المنظومة العربية هو مشروع انتقام أكثر هو مشروع انتقام أو شروع تمددي طبعا هو يقوم على مخطط الخميني أو ما رسمه هو الخميني لتوسع بالدليل أنه بعد الثورة الخمينية انتشرت الأحزاب في كثير من المناطق والدول العربية يعني مثلا في الكويت كان فيها حزب في السعودية أيضا كان حزب الله وحزب الحجاز في البحرين كذلك في العراق في لبنان انتشرت لكن تقريبا فشرت بسبب أن كانت هذه الدول أكثر حزما مع هذا الموضوع يعني الكويت امتدت فترات طويلة السعودية كانت أكثر حزما في هذا الموضوع في لبنان كانت في حاضنة فلذلك لما نتكلم فيها الفراغ الموجود أنا أتفق أن الفراغ الموجود بعد التسعينات في التسعينيات تحديدة بعد حرب الخليج كان فيها فراغ لأن كانت فيها فترة حرب وأيضا كان فيه اختلاف في بعض الدول العربية في موضوع الذي هو غزو الكويت لكن هذا لا يبرر أن الدول العربية أو حتى العرب أن يسمحوا بهذا المشروع التخريبي لأن هذا التخريب يقع في المناطق العربية وليس في إيران هل رأينا مشروعا في إيران تخريبيا في إيران جميع الحرب التي تدور هي خارج الحدود الإيرانية نكرد على الحقيقة عندك نقاط مشان وضع النقاط على الحروف عبد العزيز لا يمكن التعامل مع الأمن الوطني لكل دولة إلا من خلال منظومة قومية تأخذوا بعين الاعتبار المصالح الوطنية أحد الأسباب الرئيسية أن هناك فراغ استراتيجي وإيديولوجي وسياسي أنه بدون وجود منظومة سميها ماذا تريد نسميها بالعلاقات الدولية النظام الإقليمي العربي أو المنظومات العربية الموجودة نحن بحاجة إلى منظومة إقليمية منظومة خليجية منظومة عربية من أجل تقوية مناعة الجسد العربي السياسي النقطة الأولى النقطة الثانية هذا البرنامج يا زملاء بالفعل وأنا لا أبالغ يعني مش فقط جدال ونقاش ولكن تقديم مقترحات عملية يعني السؤال الرئيسي لأن هل هناك من إمكانية لصياغة للبناء على هذه النواة الموجودة النواة من المملكة العربية السعودية الآن ومصر بداية نواة بناء منظومة عربية مع جزب دول محورية منها الجزائر مع أيضا بعد يعني العراق أيضا من أجل ماذا أنا نقاطب بسرعة لأن الوقت مهم سياغة استراتيجية عربية إيجابية وليس سلبية ليس نحن ضد ضمن مثل ما هذا يتطلب ماذا الدفاع عن مصالح العربية مساعدة الشعب الفلسطيني على تقرير المصير سياسة تنموية شاملة من أجل مكافحة التطرف والإرهاب من غير الشباب وأيضا من أجل يعني التعامل مع الأخطار التي تحاول يعني سد الفراغ الإيديولوجي الموجود في المنطقة العربية دكتور فوازل أولا لهذا المشروع الخيالي مش خيالي الجميل والمقترح إيران لن تسمح لك بذلك أذنابها في المنطقة أنا شو بدي بإيران يعني شو بنا بإيران إضافة دول في المنطقة تمول وتدعم أي مشروع مضاد لهذا المشروع منها قطر وغيرها تسأل عن الجزائر وغيرها كلهم في واد كل دولة في واد إضافة نقطة مهمة دكتور محمد نقطة مهمة هل يمكن للأعضاء أعضاء هذا الجسد وهي منهكة وضعيفة أن تبني جسد قوي ليس أولا أنا قلت أن في 22 دولة لكن لا يمكن التعويل على الجميل هناك في أوروبا هناك فرنسا بريطانيا والنواة والنواة وبالطبع نحن نتحدث اليوم عن مشروع فرنسي ألماني أكثر منه لأوروبا لكن في الموضوع العربي يجب العودة إلى نواة النواة الحالية المعتمدة على دول الخريج وأساسها على المملكة العربية السعودية وتحالفات الموجودة حاليا مع مصر بإمكان أن لكن حتى الآن هذا التحالف غير واضح حتى التحالف وكأنه تحالف ظرفي نختلف بداية بداية لتشكيل نواة إذا استطعنا تشكيل نواة فعلي وهذه النواة ترتبط بعلاقات اقتصادية سياسية وعسكري وأمنية أيضا وجدية بإمكان أولا أن تفرض نفسها على مشهد الدولي لأنه مشهد الدولي غير واضح حتى الآن المشهد الدولي حتى في الموقف الأمريكي من موضوع إيران وفي الموقف الأوروبية موضوع إيران مختلف وبالتالي نحن العرب أو هذه المنطقة عليها أن تفرض أمرا واقعا حتى في موضوع الخلاف الخليجي حاليا عندما أتت كل المنظومة الدولية وزارت المنطقة وأرادت أن تفرض رؤى فشلت في ذلك وبالتالي هناك إمكانية حاليا أن نفرض رؤانا بغض النظر عن الضغوط الممارسة لا مساعدتي ضد عبد العزيز هناك إمكانية خلينا أذهب إلى مشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع هذه الحلقة محمد إبراهيمي يقول إلى متى يمكن أن يستمر حزب الله في الوضع الحالي لأن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة في لبنان وحرب أهلية جديدة طبعا يستمر إذا كان في حكومة ضعيفة منذر زاكي يقول حزب الله بات يسيطر بالكامل على مفاصل الدولة في لبنان أحمد رباطي يقول حزب الله دمر سوريا ويريد تدمير لبنان وسجر المنطقة كلها لنيران حروب طائفية عندي نقطة وهي مهمة جدا الآن في موزين القوى الموجودة أنا أعتقد أن أهم ما يحتاجونه هو المبادرات لانتشال هذه الدول التي أصبحت أقرب ما تكون دول فاشلة أو شبه فاشلة وهذا في التقييم في بعض الدول الدساتيرة لا تسمح لها أنت ذكرت الجزائر وأعتقد أن الدستور الجزائري لا يسمح حتى الآن لكن المعول تقريبا السعودية ومصر وأيضا الإمارات لأن أعتقد أنه موزين قوى ممكن أن يقدمون مبادرات ويقوم بنهف هذه المنطقة ككل ووقف هذا العبث التي تقود إيران تحديدا في المناطق العربية أو في الدولة العربية جميع هذه العبث التي يتم هو تخريب للمنطقة وتغيير ديمغرافي وأيضا استلاب جميع الثروات العربية الموجودة وأيضا يزاود على القضية العربية الإسلامية وهي قضية الفلسطينية وأصبحوا يزاودون وأصبحوا يتقدمون في هذه القضية بينما بعض الدول حتى الآن أنا لا أقدر يعني أمرت بعض الدول في مرحلة كثيرة وخاصة بعد الربيع العربي أصبح يعني له تأثيراته وله تأثيراته الجانبية لكن المعول الآن تحديدا السعودية تحديدا ومصر والإمارات هذه الدول أعتقد أن بإمكانها تقدم برنامج وأيضا نرى أننا الآن في كثير مبادرات التي بدأت تقدم أيضا نحن تحدثنا طالما هناك إجماع على أن هناك فراغ فراغ إيديولوجي في المنظومة العربية وأيضا استراتيجي وسياسي السؤال الرئيسي لماذا حصل هذا الفراغ لأن دراسة هذا الفراغ الأسباب التي أدت إلى هذا الفراغ تقودنا إلى ماذا تقودنا إلى التعاطي مع الأسباب التعاطي مع الأسباب وهو عدم وجود مشروع إصلاحي لإعادة بناء الدول العربية على أسس وطنية أحد الأسباب لتفشي ظاهرة الميليشيات سمعها شوي النقطة مهمة جدا أنا أريد أن أفكر فيها بطريقة الحقيقة بتعامل مع قضية حزب الله مع الميليشيات في العراق مع قضية حماس لأن الدولة أنهكت الدولة أصبحت غير قادلة على حماية شعبها وتقديم الخدمات الرئيسية ومن هنا وجود نوافه هذه اللحظة التاريخية التاريخي عبد العزيز مهم جدا طبعا نحن ضعفاء ولكن لا يعني أننا لا نستطيع المبادرة لا يعني أننا لا نستطيع البناء على هذه النواة من أجل صياغة استراتيجية إيجابية أنا لست ضد يعني إيران مثل مقال أستاذ محمد يعني هل نلوم إيران لمحاولة الهيمنة في المنطقة هانس مورغينتا هانس مورغينتا أهم منظر في العلاقات الدولية قال هو بي أن طبيعة الدول عندما ترى فراغا تحاول ملأه وسده طبيعة الدول ومن هنا السؤال كيف يمكن أن نسد الفراغ في المنظوم العربية أولا إيران لم تقدم المشاريع التي تقدمها ليست مشاريع تنموية لا إيران نحن العرب لا نحن العرب فلذلك لابد يكون عندنا وعي أيضا ما هذا المشروع القادم لنا من إيران هل هو مشروع تنموي بعدين أنا أعتقد في هذا الموضوع هو جزءين الجزء الأول هو تنمية الصوت الوطني المهم جدا في هذه الدول العربية مهم جدا وأيضا يعني مثلا السعودية كانت تدعم دائما الحكومات ولا تدعم الأحزاب والميليشيات التي تتفريبها الشيء الثاني أيضا لا بد أن يكون فيه ضغط أيضا على إيران وانهاك أيضا إيران لأنها أنا أعتبرها هي رأس الأفعال التي عمل على تقريب هذه الدول يعني تتفق معي خلينا أخذك من الدكتور فواز لا يا محمد الجوك تتفق معي على أن هذا المشروع العربي الذي يريد الدكتور فواز أنه يقود العملية الإصلاحية ويكون نواه يعني يجي من بره أنا أعتقد أنه على العكس من ذلك أنه على نفس المجتمعات المحلية مثل المجتمع اللبناني أن يصوق هو حله الوطني أن يصوق لعبته الوطنية السياسية أيضا في العراق بهذا يتم الحل لا يمكن فرض إرادة من الخارج عربية من هذه الدول السعودية لن تستطيع أن تساعدك ما لم تساعد نفسك أنا لا أقول السعودية أولا بدي أنا يعني ألفط النظر أنه حاليا قدرة حزب الله على الهيمن على البلد وصلت إلى درجة الدخول في تشريعاته القانون الانتخاب الجديد سيمكن حزب الله من الامتداد أكثر داخل البرلمان وأنا لا أستبعد أن يصوت البرلمان المقبل إذا لم يكن هناك هيمنة لصالح حزب الله على تشريع وجود ميليشيات حزب الله كما تم تشريع ميليشيات الحجد الشعبي فرايراق طبعا بشكل من خلال البرلمان هذا تشريع أيضا يشرع لميليشيات أخرى من خلال البرلمان حسب من يسيطر على النظام السياسي في البلد ثانيا حالة الفراغ حاليا كان في زيارة لسيد منطدى الصدر إلى السعودية وقائد عتوبر طبعا حيدر العبادي قبل ذلك وقاصم الأعراج قبل ذلك وقد اعتبر أن هناك عودة للمملكة العربية السعودية إلى العراق منذ زيارة التعادل الجبار الشهيرة في فبراير الماضي عودة إلى تاريخ بالأسف أنا مؤرخي أنت سألت يا زيد سؤال بغاية لهمية أنه إيران ليس لديها مشروع تنمية أو إصلاحي بالفعل يعني النظام السياسي في إيران نظام فاشل حتى حزب الله بدأ الحقيقة يأخذ مسافة بين النظام السياسي كله يعني علينا أن نتذكر تماما أن حزب الله يتذرج يتغير من الخمسة والثمانين إلى الآن هناك تغيير مهمة النقطة الأولى النقطة الثانية ويأخذ نفس الجمعية حسن النية وجمعية نفسها نتذكر جيدا أن أحد الأسباب لتفشي قضية الميليشيات يعني في العراق في الحرب العراقية الإيرانية الشريحة الشيعية في العراق قاتلت كشعب وطني مع القيادة العراقية رغم الظلم الذي كان يقوم به صدع حسين حتى أنا أقول في لبنان وأنا الحقيقة متفايل أكثر بكثير من محمد بالنسبة لبنان النموذج اللبناني مغري وقاهر ليس كلام أهم مؤرخ في لبنان كمال الصليبي أحد الأسباب الرئيسية أن بعض الشريحة الشيعية تستخدم حزب الله كسلم اجتماعي في لبنان لأن هذه الشريعة كانت تعتبر نفسها أنها حقوقها مهضومة ومن هنا على النطاع البعيد العودة إلى المشروع التنموي المشروع التنموي الوطني الوطني التنموي الذي يأخذ بعين الاعتمار إعادة بناء الدولة على أسس وطنية تنموية التاريخ لا يأتي التاريخ بده ضرب عسكري بده ضرب قوي بده قهرة تثبت ذلك التنمية هي أهم أهم سلاح صحيح بس حتى إشعار آخر وطالما أن مشروع حزب الله ليس هناك من يواجهه وباستطاعته أن يفعل ما يشاء فهذا كلام لا يمكن أن يفعله لا يستطيع أن يفعل ما يشاء أبدا يجب تدعيم كان يفعل دكتور محمد يجب تدعيم التواجد العربي داخل لبنان بجميع السبل وبجميع الطرق وموازات التواجد الإيراني بنفس أساليبه عبد العزيز عبد العزيز همية الوجودة استراتيجية عربية لمساعدة الدول العربية لمساعدة إعادة تنمية إعادة مساعدة تقوية المناعة دفع لبنان أكثر من 75 بليون دولار أين ذهبت في التنمية لبنانية لفكرة لما تكلم الدكتور فواز حزب الله ابتلع حتى الأصوات الشيعية حتى لا نكون طائفين وحسب عليهم وهو مشروع عيدروجي ببحث فذهبت حتى هذه الأصوات وذكرت أن حتى صف بعض الأصوات من سنين طويلة فلذلك هو ليس مشروعا وطنيا نهائيا لابد أن أيضا كذلك نكون في أصوات وطنية لبنانية أيضا تقوم أيضا تدفع بهذا المشروع يعني يكون معارض هذا المشروع ليس كل أبناء الشريحة الشيعية مع حزب الله كما تعلم أنا معك أنا ذكرت في البداية أن حزب الله صفى قيادات شيعية حتى يكون هو المتقدم فيه عصبية حزب الله مرحلية وأنا أقول وعول على أن هذه الشريحة سوف تنضوي في النموزج اللبناني على المقالة أنا أود لأن ذكرت القيادة لحزب الله أكثر من مرة سواء كان محمد فضل الله ومن بعده حسن نصر الله أنهم يتبعون لولاية الفقه فلذلك هذه قيادة للأسف انتهى لزو الثاني من هذه الحفقة شكرا خلاصة الحلقة أنه لم يكن هناك إجماعا مطلقا على أن حزب الله هو أداة بيد إيران أنت وزيد ومحمد تعتقدون أن حزب الله ينفذ الأجندة لإيران أنه أداة بيد إيران في حين أنا أعتقد أن هناك هامش من الحرية لحزب الله أنه بدأ يندمج فعليا في الحياة السياسية اللبنانية أنه مهم جدا للاستقرار اللبناني تحصين الاستقرار وعدم الحياة يعني الدخول في مغامرات يمكن أن تدمر ما تبقى في لبنان يعني مستقبل حزب الله أنا في رأيي المتواضع يكمن في اللبنانة وليس الأقلمة يعني أنا خالفك في هذا الرأي لأنني أعتقد تماما أن حزب الله هو نتاج طائفي نتاج مذهبي نتاج لحاكم إيران الذي لديه مشروع طائفي بامتياز والذي يريد أن يقلب المنطقة ولديه أحلام توسعية ولديه رغبة في السيطرة مذهبيا على المنطقة مشاريع وسياساته وكل استراتيجيات تصب في هذا المجال باعتراف نصر الله بنفسه حين يقول أنه جزء من هذا المشروع وهو ينفذه ويعترف بالتمويل ويعترف بجميع وسائل التبعية لهذا المشروع الإيراني وبالتالي لا يمكن تبرئة ساحة حزب الله من هذا المشروع وأيضا لا يمكن فصلها عن هذا المشروع ولا ابناناتها أحد الأسئلة المهمة التي حولنا نقاشها في الحلقة كيف يمكن التعامل مع هشاشة الدولة الوطنية في العالم العربي كيف يمكن التعامل مع هذا الفراغ الإستراتيجي والأيديولوجي والسياسة في العالم العربي لا يمكن لكل دولة أن تتعامل مع هذا الفراغ إلا من خلال إستراتيجية نواة لقوة عربية تحاول سد الفراغ سياغة مشروع تنموي يتعامل مع قضية التنمية مع قضية التطرف مع قضية الشباب مع حماية الأمن القومي وأيضا مساعدة الشعب الفلسطيني على حق تقرير مصيري أنا أعتقد بدون إستراتيجية قومية على المستوى القومي فأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية هذا الفراغ سوف تحاول ملأه تركيا وإيران وإسرائيل أيضا لنأخذ الحالة اللبنانية كمثال إذا لم يكن لدى اللبناني نفسه المواطن اللبناني البسيط نفسه مشروع وطني والتزام وطني بمصالح وطنة واستراتيجيات التنموية لوطنة وأن يكون داعم لقوة دولة وتواجد مؤسسات دولة بقوة في كل مكان وفي كل ناحية من نواحي الحياة عسكرية أو سياسية واقتصادية فلا يمكن لأي مشروع خارجي مهما كان قوي أن يفرض عليه وأنا أعول على أن الشرائح اللبنانية كانت الشرائح السنية أو المسيحية أو الشيعية سوف تنخرط وتنضوي في المشروع اللبناني الوطني إعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس وطنية وليس طائفية أو عنصرية أو إقليمية ولكن في ظل وجود مشاريع مذهبية في لبنان لا يمكن أن ينجح هذا المشروع الوطني يجب أولا فصل مؤسسات الدولة عن المذاهب إعادة الدولة على بنية وطنية بحتة وأن تكون المذاهب فقط في المساجد وفي قلوب الناس وليس في أعمالهم تجاه دولتها وهذا يتطلب الحقيقة نظرة شمولية من قبل النخب اللبنانية الجلوس مع بعض إعادة صياغة استراتيجية للدولة الوطنية واستراتيجية دفاعية لأن حزب الله دائما يقول أن آلته العسكرية هو للحماية لبنان لبنان بحاجة إلى استراتيجية دفاعية تأخذ بعين الاعتبار إعادة بناء الدولة على أسس وطنية وطنية وليس محلية أو وإذا حدث ذلك سوف ينجو لبنان من كل الكوارث التي حدثت وسأتحدث شكرا شكرا